مباراتين يوم السبت في دور التمانية يوم الجمعة الساعة خمسة كرواتيا أمام البرازيل والساعة تسعة هولندا أمام الأرجنتين من الوهلة الأولى وانت بتشوف الجدول كده هتقولي الاتنين اللي على الشمال دول فوقوا بعضه دول هما اللي هيلعبوا بعض اللي هما البرازيل والأرجنتين يعني على أساس أن البرازيل تفوز على كرواتيا والأرجنتين تفوز على هولندا وهذا أمر منطقي جدا إلا إذا حدثت مفاجآت في كرة القدم وبالمناسبة في كأس العالم انتهت المفاجآت بنهاية دور المجموعات واحد يقول للمغرب يعني ما تعتبرهاش مفاجأة لا بعدما لعبت قدامنا بعدما تصدرت مجموعتها بعدما لعبت ثلاث ماتشات في مجموعتها ما دخلش فيها الهدف واحد مش مفاجأة مش مفاجأة العكس خالص والهدف حتى اللي دخل في المرمان ده نيران صديقة هدف عكس يعني نايف أكرد كان ضربت في رجله ودخلت يعني الرجل كان بيطلعها بره يعني فإذا ما هيش مفاجأة ده يوم الجمعة ان شاء الله طبعا الفائز من كرواتيا زي ما نقولت والبرازيل حيلاعب الفائز من هولندا والارجنتين يوم كام؟ يوم التلات اللي جاي يوم تلاتاشر ديسمبر تلات اللي جاي احنا نهار ده الخميس التلات اللي جاي مباراة ما بين الفائز من ده والفائز من ده والكاسبان بينهم يلعب فينال ده يوم ايه؟ يوم التلات اللي جاي طيب يوم السبت ان شاء الله عندنا ايضا مبارتين مبارتنا المرتقبة واللي كلنا ان شاء الله بندعو المولى سبحانه وتعالى ان يوفق المغرب فيها طبعا المغرب امام البرتغال المباراة التانية الساعة 9 مساء انجلترا امام فرنسا الكاسبان من المغرب والبرتغال هيقابل الكاسبان من انجلترا وفرنسا طبعا ماتش الاولاني كلنا بنقول ان شاء الله المغرب والماتش التاني ولأول مرة نعجز عن التقدير ولأول مرة نعجز عن التقدير الجزافي ما هو كل التقديرات الجزافية بس انت بتبص كده بعينك وبتشوف القوة دي والقوة دي وتقول لا دي اتقل كده لكن هذه المرة ما تضمنش اه فرنسا معاه بي بي انجلترا معاه هاريكين فرنسا عندها فريق قوي ومتكامل شرحوا انجلترا وانجلترا هذا العام وهذه الكاس مجموعة في منتهى منتهى القوة وبالمناسبة ستيرلينج كان سافر انجلترا بعد ما تعرض منزله طبعا لصاته مسلح رجع وسيشارك اذا وطبعا ساكة وغير وغير وفرقات ايه لا وفودن يعني مجموعة في منتهى القوة الشديدة للغاية وبالتالي ما نقدرش نتوقع على الاطلاق الماتش ده هيبقى يوم طبعا كسبان من ده وكسبان من ده هيلعبوا مع بعض يوم الاربع اللي جاي اللي هو 14 ديسمبر يوم الاربع القادم 14 ديسمبر تمام تمام طيب ترجمة نانسي قنقر